ابراهيم يقول والدتي تسافر للعمرة انا لا انصح ان تسافر الوالدة مدامت قد سافرت الى العمرة ادت الفريضة لانه الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المرأة ان تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة او ساتى امبل الهن في رواية الاخرى الا ما عادي محرم في رواية جاءت مطلقة عن ابن عباس قال لا يحل المرأة ان تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ما عادي محرم لكن تسامح العلماء عند الحج والعمرة لقول الله عموما ولله على الناس عمومه الان ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه ثبيلا فقد قالوا ان كانت امنة مع صحبة امنة لها ان تذهب لها ان تسافر لفريضة الحج او لفريضة العمرة لان العمرة فريضة كالحج دخلت العمرة في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واتم الحج والعمرة الله ولا دل كثير على الفرضية في هذا الباب لسنا بصدادها المعنى هنا في الأمان أنه مستنبط الولماء الشفاعية والملكية من قول النبي صلى الله عليه وسلم نتمرن الضعينة من حضر موت حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم إذن مصدر هنا مصدر الأمان لو أمنت تذهب وترحل من اليمن إلى مكة وتطوف بالبيت فما دامت الصحبة الأمينة معها لها أن تسافر لكنها إذا أدت فريضة العمرة يبقى إذن لها أن تأخذ المحرم وتسافر به أو لا لها وأسلم لها وأحكم لا سيامة وأن النبي قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم